بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أهلا بكم عزائي مشاهدين النهاردة عندنا حلقة من برنامجكم أنا الوطن حلقة متبيزة هنخصصها تقريبا كلها عن فيروس كورونا هننقش من كل الزوايا والاتجاهات سواء الإدارة الأزمة المحترفة اللي بتقودها الدولة المصرية لمقومتها الوباء ده وكمان هنتكلم من نواحي الاقتصادية والقارات الاقتصادية المهمة اللي صدرت النهاردة وبالأمس ويعني زي ما نقول كده قرفة عمليات منعقدة دائما مجلس الوزراء في نعقد دائم لجنة لإدارة الأزمة بشكل محترف حقيقة شيء مهم جدا كمان جانب آخر من الموضوع الجانب الصحي والنهاردة معنا حوار من العرق الثقيل معنا حبيب وطبيب القلوب سادة الدكتور جمال شعبان عبيد معهد القلب السابق واستشاري أمراض القلب هنتكلمها عن الكورونا وعن السلوكيات الغزائية المصريين وهتكلم إزاي نقدر نحمي صحتنا وقلوبنا في زمن الكورونا هيكون حوارنا إن شاء الله في فقرتنا الحوارية التانية يمكن فيروس كورونا لا حديث في العالم إلا عن فيروس كورونا الحقيقة من انتشار فيروس كورونا عالميا وإعلام نظمة الصحة العالمية تحوله إلى وباء ورغم حقد الحقدين الحمد لله مزاد مصر الحمد لله والشكر لله من أقل دول عالم تعرض للإصابة والعادة الوفيات ده نسبب جنون للخرفان وأتباعهم من المرضى النفسيين اللي بيكرهوا الخير لمصر يعني بعيد بقى عن لكن هذي الكهنون بش عارفوا عنهم إيه لكن بعيد عن الخرفان بقى وأتباعهم من قرمات الشارق ومكملين والخنزيرة والجريد بتاعتهم زي الجارديان والقصص دي كلها تكمل إشعايات وكمل الأقاويل اللي بتعمل شيء مذهل لكن المهم والضروري جدا إحنا زي ما اتفقنا دايما لازم إحنا نبص على وقعنا ونتعامل معاه كل أسرة لازم تاخد الإجراءات أو تتخذ الإجراءات الوقائية النهضة عملية النظافة والتطهير بشكل مستمر وتقل الخروج لأي تجمعات يا جماعة الأجازة والله يواخدنا عشان بدل ما نتعزل الجبر جبرا في البيت أو حظرة الجوال إحنا قاعدين بتنقعد باختيارنا نقعد فجع التلفزيون نقعد بلاش نخرج اليمن دول السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس النهار ده اجتماعات كتيرة جدا آخرهم من الساعة تقريبا اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور السيد طريق عام وحفظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين رئيس الوزراء خل الاجتماع أكد على أن الحكومة بتستعد لإطلاق حزنة للإجراءات هستتم إعلان عنها قريبة العاجل تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتفادي الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد ده مهم جدا كما ستسهم الإجراءات دي في تنشيط البورصة المصرية أضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي ستشهدها من وسط الخطة الاستثمارية للعالمال القادم هتكون غير مسموقة وهتسهم كمان في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقييل أثار السلبية النجمة عن فيروس كورونا نحية تانية كمان في إطار حرص الحكومة على سلامة المواطن النهاردة قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس اللي جاي لغاية نهاية الشهر مارس وأكد رئيس الوزراء أن المجلس هيصدر قرارات خلال ساعات قليلة قرارا بتنظيم أو تخفيض تواجد عدد العامين في جهة الدولة ومصالح الحكومية ونداء وجهه رئيس الوزراء ناشد المواطن المصريين بعدم التكالب على السلع في السوبرماركت والمحلات المختلفة اللي احنا بنشوف خلوين اللي فالدول مهزلة ودع الأسرة المصرية بعدم الاستخفاف بكورونا وكمان رئيس سيسي فيه ممكن من يومين خصص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تضمنه تضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا لكن حقيقة برضو هنرجعتين الزاخيرة السيئة فعلا هو اتجاه بعض الأسرة لتخزين مواد غذائية وكان ندخين على حرب على مئة ثالثة الأسوأ من ده تجار الأزمة تجاه محلات رفع سعار السلع مطاهرات بقى وأكل والشرب وكله رفع للأسف ظواهر لازم تنتهي من مجتمعنا تماما لأن المفروض في وقت الأزمات يكون فيه تلاحم وتعاون لمواجهة أي أزمة المفروض أنه أي محل أو تاجر أو محتكر يستغل الأزمات ويتاجر بهموم الناس وأزمة البلد تازمة إفرد شاب لازم تحبس لازم تحبس ملاهاش حل تاني لازم نعظم مناعا فكرة التلاحم في وقت الأزمات لأنها حقيقة من أجمل وقوة وميزات الشعب المصري دعوة مننا المصريين وأنا أثق إن شاء الله أن المصريين هيكونوا على قدر مسؤولية مواجهة هذا الوضع فجئنا وفاجئ